فن التوازن اللعبة المعقدة التي وجد منها محمد عبد الحميد السابعة عشر من عمره جزءا من حياته اليومية حيث يتفنن في ممارستها بكل الأشياء المحيطة به من أدوات ومقتنيات كنا حينما نخرب للحديقة من الحدائق للتنزه نشوف الولد محمد يأخذ بعض الحجارة أو الأشياء يقوم بوضعها على بعض ونحن نستغرب من هذا الشيء بعد فترة من الزمن وقدنا هذه الموهبة يطلق عليها فن التوازن تشكل هذه اللعبة التي لا يجيدها سوى القليل من الأشخاص في العالم جانبا مهما في حياته حاز محمد على العديد من الشهائد التقديرية المحلية والدولية مع إصراره المستمر على مواصلة المشوار نحو العالمية ولذلك يحاول الفتى الطامح أن يسخر منصات التواصل الاجتماعي واحدة من الوسائل المهمة لإبراز موهبته حيث تتوسع دائرة المعجبين به والمتابعين لمهاراته يوما بعد آخر فن التوازن طبعا قليل أو نادر من الأشخاص الذين يعرفون هذه اللعبة طبعا هذه اللعبة كانت لي من أنا صغير حاولت حاولت أنه كانت شوفها سكاة صغيرة وهذا وبعدين شفت ناس عالميين وشافوا أن هذا الفن فواصلت وقربت شهر قليلة ووصلت إلى مستوى قوية مستوى عالمية حطمت رقم قياسي وعملت عمل الأول شخص ثاني شخص بالعالم سويت بها قبل من الأوقات في عمال قوية أوازن كل شيء نقدر نقول كل شيء ترفونات حاجات من هذه أي شو أي حاجة شوفة من عندي يعني أوازنة لدي عديد من الشهادات شهادات عالمية محلية دولية خط يعني كثير من الدورات تابعت كثير من الناس بالنسبة للمواقع التواصل الاجتماعي الفيس والإنستجرام والبقية المواقع عملت لي نشر كبير وشهرة كثيرة بحيث أن تقدر توصل رسالتك للعالم كامل طموحي للعالمية طبعا أريد أوصل رسالة للعالم أنه في هناك شخص من الحميد يريد أوصل العالمية يريد يقدم نفسه يقدم بين الناس كامل لم تقف الحرب عائقا أمام هذا الشاب في مواصلة مشواره بل أكسبتهم مهارة التحدي والإصرار في مواصلة طريق نجاحه وسط مختلف الظروف المحيطة به حمزة أمين قناة بلقيس تعز